وخلي بال حضراتكم اللعيبة اللي أمام حضراتكم متأثرين اللعيبة اللي أمام حضراتكم متأثرين بوجود الجمهور اللي أنا بشكره كالعاد أنا الحقيقة دايما بشكر جمهور النادي الأهلي ليه؟ لأنه جمهور النادي الأهلي دايما هو اللي بيودينا في حتة تانية هو اللي بيخلينا نبقى كويسين حتى لو إحنا وحشين خدوا بال حضراتكم هي مباراة ليست صعبة زي ما قلت لكم أنا طول الأسبوع اللي فات يمكن كذا حد يقول لي يا عام اسلام انت قلقا من ايه قلت لكم قلت للأصدقاء اللي بيكلموني قلت لهم قلقا من الشكل العام قلقا من الاحداث اللي بتحصل قلقا من احنا كمصريين عاطفين شوية فحتلاقي اللحبة دي متأثرة من اليوم في المائة من الاحداث اب نضحك وبنهزر وبنعمل كل حاجة على قد ما بنقدر لكن في النهاية انا متأثر كلنا متأثرين كمصريين من اللي بيحصل والمجازر اللي بنشوفها كل يوم فعشان كده انا بقول لحضراتكم مش عايزين نبقى قصيين حتى في الاوقات اللي بيبقى فيها لعب من وجهة نظري كابتن محسن صالح على الله يدي له الصحة كان يقولك دايما فيه ماتشات كده تتلعب انتوا ما كنا بنلعب معاه كان هو المدير الفني وانا كنت لعب يقولك فيه ماتشات كده يقولك ايه انا عايزكم حتى تلعبوا الماتشات دي لعب تجاري اللي هو تكسب الماتش عشان تخش في اللي بعده او انت بتفكر في الماتش اللي بعده اكتر من الماتش اللي انت بتلعبه وده اللي حصل وده كان واضح على كل اللاعبين اللعبة كلها بتفكر في المباراة القادمة بتفكر ازاي هتلعب ضد ساند هونز اللعبة كلها وكل الجمهور انا مبارح تحديدا تحديدا كلمت مع حضراتكم في هذا الامر